السلام عليكم يا هلا بالشباب وياكم محمد وهنا بيكم بقناتكم سنة بعد سنة انفينيكس تثبت علوك عبه بل حتى صارت تتغلب على نفسه وتنشوف يصير تطور كبير بهواتف هذه الشركة بهذا الفيديو راح نسولف عن جهاز جديد اعتبره من اهم الاجهزة الموجودة حاليا بالفيلم توسطه خصوصا بنشوف شيء المواصفات اليوم ويانا احدد جهاز من شركة انفينيكس انفينيكس نوت 12 vip ولي وضعت بي انفينيكس ومواصفات وميزات رهيبة لكن اكيد ماكوشي كامل وكوبي بعض العيوب اليوم بهذا الفيديو ورح اقول لكم اهم الميزات اللي عجبتني بالجهاز والعيوب او الملاحظات اللي شفتها لذلك اتأكد ان اتكمل الفيديو للاخير حتى تعرف كل شيء عن الجهاز قبل ما تشتري سواء ميزاته او عيوبه سوي لايك على السريع والبس حزام الامان ويلا ننطلق بأول ميزة شفتها ودرة التاج بهذا الجهاز هي الشحن السريع عندك بالانفينيكس نوت 12 vip بطارية حجمها 4500 ميلي ام بير صحيح هاي مو اكبر ولا افضل بطارية موجودة بالسوق ولكن المميزة هنا هو دعم الجهاز للشحن السلكي السريع هايبر جارج بقدرة 120 واط وهذا ارخط جهاز بالعالم يدعم هذه القدرة وشاحنة موجودة بالباكيت ما يحتاج اوضيف مبلغ وظافي حتى تحصل الشاحنة ولهم انه الجهاز تحصل على شهادة من تيو في لنظام الشحن الامن السريع وايضا محمي بثمنطعة جهاز استشعار حراري يراقب لك درجة حرارة الجهاز بالوقت الفعلي ويتأكد من ان الشحن اامن هذه القدرة من الشحن تشحن لك الجهاز بـ 17 دقيقة من صفر الى 100% هذا الشي رهيب بصراحة مقارنة انفئة الجهاز اداء البطارية ممتاز يمشيك يوم كامل براحتك تنطيك 7 ساعات الى 7 ساعات ونص سكرين اون تايم بالاستخدام المتوسط وسالساعات وشوية بالاستخدام المكثف اما الميزة الاخرى الموجودة بالجهاز فهي الشاشة هنا عندك شاشة ممتازة امولد حجمها 6.7 انج ودقتها في الـ HD بلاس تستحوض لك على اكثر من 93% من واجهة الجهاز الانوان والزوائن المشاهدة اللي رح تحصلها شي ممتاز وصدوع الشاشة جيد لكن مو الأفضل بالفئة يوصل الى 700 شمعة خلال استخدامي للجهاز برا البيت مواجهة مشكلة تحضوه الشمس اقدر اشوف محتويات الجهاز براحتي واشوف هذه الشاشة مميزة لمحبي الفيديوهات سواء يوتيوب سينامانة او الاشخاص اللي يحبون متابعة مباريات بتليفوناتهم الشاشة جميلة ورح تتونس بيها خصوصا وان الشاشة تدعم لك 1 مليار تدرج لوني ايضا تدعم الطيف اللوني لأداء قد دي سي اي بي ثري كالاركامت عند المية بالمية وايضا الشاشة محصلة على شهادة من تيوفي قلل لك من الضوء الأزرق وانبعاثاته ولكن بصراحة اهمها بالشاشة هو تردده الـ 120 هيرتز نعم اصدقاي 120 هيرتز وليهو امر ممتاز ينطيك سلاسة اكثر ويحسسك ان التليفون ما يعسايح بيدك ويخلي عندك تنقل سلس بين قوام الجهاز او من تسوي سكروننج مواقع التواصل الاجتماعي وجميل لعشاق الالعاب وجود تردد لمس ممتاز 32 هيرتز هذه الحركة بصراحة تفيد اللاعبين اكثر من تردد عالي للشاشة لان اكثر اللاعبات اساسة ما الدعمة ولمرح يستفاد من اده غير بس الكامري القوي ايضا موجود سبيكرين من DTS الصوت واضح وجميل ولكن بصراحة ما يعتبر الافضل وايضا واحدة من الميزات اللي شفتها في هذا الجهاز هي تصميمه الانفينيكس نوت 12 اجب تصميم غير تقليدي خصوصا الظهر وبالتحديد شكل بيت الكاميرات بمستطيل اسود عريض من الاعلى ومرصوصة به الكاميرات الثلاثية بحلقات دائرية بلمسة جميلة ابدعت بها انفينيكس ما يترك اي اثر للبصمات اصابعك على الجهاز والجهاز بجسم واطار من البلاستيك حجمه حلو وصغير باليد بسهولة تقدر تتحكم به وزنه جيد اقل من 200 غرام وسمكه 7.9 ملم والحنات اللي موجودة على الجانب السهل لك مسكة التليفون ايضا عندك بصمة اصبع على الجانب وليتقدم استجابة ممتازة وعملية جدا بالاستخدام البصمة وبكل امانة سريعة جدا والاستجابة اكثر من ممتازة وعودتنا انفينيكس تقدم افضل بصمات بجهزته لذلك تعتبر واحدة من ميزات الجهاز واعتبرها من اسراء البصمات اللي جربتها ومجرد ما تتحسس اصبعك تفتح عندك مباشرة اما بالنسبة للكاميرات ومنظمة التصوير موجودة هنا عندك 10 عدسات عدسة اساسية دقتها 108 ميجابيكسل فتحة عدسة F1.7 وعدسة واسعة بدقة 13 ميجابيكسل وعدسة بدقة 2 ميجابيكسل متحسس عمق اللهم من كل هذه العدسات هي العدسة الاساسية 102 ميجابيكسل اللي بصراحة تقدم لك صور ممتازة من ناحية الالوان والديناميك رينج وبتفاصيل جيدة جدا تقدر تعتمد عليها عدة اوضاع والعزل هنا تحصل من خلاله على نتاج محترمة وشغال بشكل جيد الاقتصاص البلوري الموجود بالخلفية شي تقدر تعتمد عليها وايضا الكاميرا تتعملك تقنيات تصوير ليلي جيدة والصور مميزة بهذه العدسة والمعالجة اكثر من ممتازة وتفاصيل راح تحصل كثيرا بالصورة وتحصل على نتاج ايجابية ومختلف العدسات سواء الاساسية او الالترا وايد اما العدسة الالترا وايد بدقة 13 ميجابيكسل الصور بها مقبولة وتحصل على صور جيدة بو فيو لطيف ولكن مو اوضل جودة من ناحية حدة الصورة وهذا الشي طبيعي بالنسبة للعدسات الالترا وايد وطبعا هنا عندك امكانية اصور فيديوهات بدقة التوكي بسرعة 30 اطار بالثانية تصوير بدقة التوكي من كاميرا لنفينيكس نوت 12 في اي بي ومثل ما تشوفون كوالت الصورة انا حاليا ندعم شي اكو اهتزاز دا نشوف بالفيديو لكن بالمجمل النتيجة كوالت الصورة دا نشوفها بصراحة شي مرتب قلونا انتشور ايكم بكوالت الفيديو ولهم هنا العشاق السيلفي هو عدسة بقوة 16 ميجابيكسل الصور جيدة الى جيدة جدا لسكنتون الدايميك رينج وبصراحة ما عندي مشكلة مع هذه العدسة شفتها مرضية بالنسبة السعر الجهاز تصوير من كاميرا تسيل فيه للنوت نعاج في اي بي نختبر جودة الميكرافونات وايضا اكوالت الصورة مثل ما تشوفون النتيجة امامكم قلونا رأيكم شباب جودة الفيديو ايضا اكوالت الصوت دا نسمعو شوية صوت عالي هوس هنا موجود يمي لكن الصوت دا اشوف شي مرتبه بصراحة انتم شو رأيكم اما العداد الصلب فهنا انفينيكس اختارت معالج فهم متوسط قديم من شركة ميدياتيك الهليو جي 96 ومعروفة معالجات ميدياتيك بنا تستهلك طاقة اكثر من معالجات كوالكم هذا المعالج جربنا اعداءه بكثير من الاجتماعات المتوسطة والتجربة كانت ممتازة من ناحية الاعداء او الجرافيكس تقدر تلعب اي لعبة من دون مشاكل لكن باعدادات متوسطة بوب جي تشتغلك على اعدادات الهاي اي اج دي وهذه اقصى درجة توصلها ولعبة كول اف ديوتي تشتغل على اعدادات الفري هاي ومن دون اي مشاكل تحصل بالمعدل على 40 فريم ومصعد اكثر انصحك تستخدم اعدادات سلسة حتى تستمتع باللعب بدون تقطيع او تهنيق باللعب المتواصل والجو حار حاليا ما حسيت بارتفاع درجة حرارة الجهاز من اللعب دل فترات طويلة ومتواصلة بفضل وجود 9 طبقات تبريد من غرافايت تبرد لك الجهاز وما تسبب بارتفاع كبير بدرجة حرارته وشي المميز ان اضافته انفينيكس ونظام الدارلينك من الجيل الثاني هذا دورة يتعرف على الماضي للسخدام الخاصة بيك وحسن من استهلاك البطارية ودرجة حرارة الجهاز والذاكرة وبالتالي زيادة كفاءة الاداة وتقدر تلعب ابراحتك من حول هنا انه الرام بساعة 8 جيجا بايت هذا يسمح بحرية واجهة النظام والاهم عندك ميزة توسع بيها الرام الى 5 جيجا بايت افتراضية من مساحة التخزين الداخلية يعني مجموع الرام راح يكون عندك 13 جيجا بايت اما مساحة التخزين الداخلية وهي من الحركات القليلة والنادرة اللي نشوفها بجهاز فئته منهم الاسباب اللي خلتني اضيفة بغانة الميزات لان راح تكون بحجم 256 جيجا بايت يعني اشبع فيديوهات وتحميل افلام وموسيقى براحة راحتك عدا عندك مدخل بطاقة ذاكرة خارجية مع السيم كارتات الاثنين يعني مرح تضطر تشير سيم كارت وتخلي الميموري كارت لكلهم بمدرج واحد طبعا اصدقائي سعر الجهاز 286 دولار يعني تقريبا ما يعادل 420 الف دينار عراقي وبس هذه كانت مراجعة الكاملة بتفصيلية لنفنكس نوت 12 في اي بي اتمنى استفاديتكم من الفيديو وصار اتكم فكرة كاملة عن الجهاز من ميزات وعيوب وكيد انت صاحب القرار الاول والاخير اي مواصفات الجهاز قدامك اي ميزاته اي عيوبه شوف وانتقرر اشكركم جزيلي الشكر على دعمكم المستمر اللي هو اساس استمرار هذه القناة شارك الفيديو يا اصدقائك المهتمين بشراء الجهاز وتابعني على صفحاتك كل الروابط تلقوها بالوصف اسفل الفيديو شكرا لكم والوقتكم وشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم في امان الله